اشتركوا في القناة ويمنع تصلبه وارتفاع ضغط الدم ثانيا يخفض الكوريسترول والدهون ويساعد على حرق الدون الضر وفقدان الوزن يوفتح الشهية لتسريع معدلة الاستقلاب الأساسي وضمان حرق الدهون لذا يجب الانتباه للحمية خلال هذه الفترة ويخفض معدل السكر في الدم ويضمن تجدد البنكرياس ثالثا يفتت حصوات الكلا والمرورة ويدر البول ويقضي على انتفاخ الجسم والأورم من جذرها رابعا يقضع الميكروب القرح المعروف بالملوية البوابية ويعالج قرح المعدة والاثنى عشر خامسا يمنع جميع الالتهبات الرمتازمية ويخفف العلامة الرمتازمية ويمنع حدوث تكلس العظام كما يضمن تجدد أسطح المفاصل ويمنع الآلام سادسا يضمن تجدد خليا المخ والجهزة العصبية ينظم كفائة العصاب ويزيد من سرعة رد الفعل وله فائدة في علاج الشلال والدوار سابعا يقوي جهاز المناعة في الجسم لأقصى درجة ويقضي على جمع أشكال الحساسية وخصوصا حساسية الجلد الناتج عن التوتر والأوعية الدموية ويحمي الجسم ضد السرطون وللحصول على الفوضى السابق ذكرها يجب إعداد مزيج الليمون والثوم على النحو الأيتي يمزج لترون من عصير الليمون مع أربع نفس من الثوم المقشر والمطحون في وعايا غومق اللون أو منفوف بورق حتى لا يرى الضوء ومحكم الإغلاق سيضع الثوم المطحون وغير المغسول مع عصير الليمون داخل الوعاء ويغلق الوعاء بإحكام ويترك في درجة حرورة معتدلة لمدة 25 يوما ويرج كل يوم ليختلط الثوم جيدا وبعد مورة 25 يوما يتم تناول نصف كوب أو كوب منه على معدة فارغة قبل نصف ساعة أو ساعة من تناول الإفطار يجب إبقاء الوعاء مغلقا دائما ولا يضاف له ماء أو سكر لكن يمكن يضاف بعض الماء إلى الخليطة بعد وضعه في الكوب ثم يتم تناول الإفطار بعد نصف ساعة أو ساعة من احتساء المزيج ويحتسى المزيج في المعدة نفسه من كل صباح إن أمكان أتمنى من الله عز وجل لأن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا إذا ننهز الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر